بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الخامس من الشابطة الرابع بعنوان Application سوف ناخد مثال تطبيقي لمسألة المساقط وهذا المنظور بتاعنا والسؤال هو إيجاد Elevation, Elplan, Right Side View أول حاجة خلينا نعرف أبعاد Elevation, Elplan, Side View هنا بالنسبة للElevation هننظر في الاتجاه هذا حيكون عندنا كعرض 150 هذه المية وخمسين بتاعنا حيكون عندنا كارتفاع هنا حيكون عندنا كارتفاع 30 زايد 20 اللي هي 50 دي أبعاد A أبعاد Elevation بالنسبة للRight Side View هننظر في الاتجاه هذا حيكون عندنا كعرض 50 هذه الخمسين بتاعنا والارتفاع هو نفس ارتفاع Elevation بالنسبة للبلان هننظر من فوق حيكون عندنا A حيكون عندنا نفس عرض Elevation والارتفاع بتاعه هو A هو عرض Right Side View يعني الخمسين دي هي A هي عرض Right Side View بعدما عرفنا وحددنا الأبعاد بتاع Elevation والRight Side View والبلان محتاجين نحدد أماكن المساقط في الورجة بتاعنا هذه اللوحة بتاعنا والورجة اللي هي طولها أو عرضها 400 والارتفاع 240 محتاجين نحدد أماكن المساقط في الورجة عشان تكون الرسمة في وسط الورجة لهذا هنحسب 150 هنديفلها 50 هنتحصل على إيه هنتحصل على 200 الميتين دي هنشيلها من 400 اللي هو عرض الورجة هنتحصل على 200 وبعدها نقسمها على 3 نتحصل على إيه على 67 يعني إيه هنيجي من هنا من اليمين مسافة 67 يا ده مكان فراغ وبعدها هنروح مسافة كم هنروح مسافة 150 إيه هي المية وخمسين هي عرض الإليفاشن بتاعنا هنروح كده مسافة 150 ونزل خط عمودي وبعدها أروح مسافة 67 ونزل إيه خط عمودي وبعدها أروح مسافة كم مسافة 50 اللي هي عرض الرايت سايد بيو ونزل إيه خط عمودي باقي الآن الفراغات العمودية هجمع 50 زايد 50 الارتفاع بتاع الإليفاشن الارتفاع بتاع البلان ده بيعطينا 100 ارتفاع الورجة كله قلنا هو 247 يعني هنشيل 100 من 247 هنتحصل على إيه هنتحصل على 147 نقسم 147 على ثلاثة نتحصل على 49 يعني إيه يعني هنيجي هنا وننزل من فوق 49 ونرسم إيه خط أفقي بعدها هننزل كم هننزل 50 اللي هو ارتفاع للباش ونرسم إيه خط أفقي بعدها نفس الفراغ اللي هو 49 ننزل 49 ونرسم إيه خط أفقي بعدها ننزل 50 اللي هو ارتفاع البلان ونرسم إيه خط أفقي كده تحصلنا على إيه على أماكن الإليباشن اللي هو ده هنا هنرسم الإليباشن هنا هنرسم البلان وهنا هنرسم الرايت سايد فيو خلينا الآن نبدأ في رسم الإليباشن هننظر في الاتجاه هذا عشان نرسم الإليباشن في الاتجاه هذا وأول خط ممكن نرسمه هو الخط ده اللي هو طوله كم طوله 150 بعدها هنرسم الخط هذا العمودي اللي هو طوله كم طوله 30 من هنا من اليمين ومن الشمال هذا الخط وهذا الخط طوله 30 بعدها هنرقع وراء مسافة كم هنرقع وراء كده المفروض المسافة هذه كم عندي المسافة كلها 150 هذه المسافة 90 زايد إيه زايد 10 من هنا هذه مسافة 10 ودي مسافة 10 يعني كلها 110 90 زايد 10 100 زايد 10 110 110 اشيلها من 150 يتبقى 40 يعني المسافة هذه زايد المسافة هذه تساوي كم تساوي 40 يعني كل واحدة منهم تساوي كم تساوي 20 يعني هارجع هنا مسافة 20 الى هنا واضيف لها كمان الخط ده اللي هو طوله 10 يعني المسافة دي كلها طولها 30 من ناحية تلي صار كمان هنعمل نفس الحاجة وبعدها هنكمل الرسمة بتاعنا هنطلع فوق مسافة كم مسافة 10 من هنا ومن هنا مسافة 10 ونجفل الخطين بتاعنا الخط هذا بيمثل المفروض بيمثل الخط ده بعدها هنيجي هنا ونرسم الخط هذا على ارتفاع كم على ارتفاع 15 هنرتفع هنا من الوسط 15 طول الخط هذا كم طول الخط هذا المفروض 90 زايد 10 زايد 10 يعني 110 يعني هروح كده 55 وهروح كده 55 وأرسم الخط بتاعي ده بعدها هرتفع من هنا الى ان اصل الخط ده عشان ارسم الخط هذا و الخط هذا ده و ده بعدها هاجي هنا عشان ارسم ايه عشان نرسم الخط هذا العمودي والخط هذا العمودي المفروض المسافة بينتهم كم المسافة هذي كم المفروض 90 اشيل منها 10 و اشيل منها 10 يعني ايه 70 كده خلصنا ايه خلصنا الليلي بيش هروح نرسم الان البلان هننظر من فوق وده اول خط ممكن نرسم اللي هو بيمثل ايه بيمثل الخط هذا زايد الخط هذا زايد الخط هذا لو نظرنا من فوق الثلاثة خطوط دي واحد اثنين ثلاثة هيكونوا على نفس ايه نفس المستوى من فوق كمان هيكون عندنا نفس الخط هذا المفروض هو ايه هو هذا الخط هذا الخط بتاعنا اللي طوله كم طوله خم خمسين هرسمه من هنا من اليمين ومن الشمال وبعدها هنقفل الخطين بتاعنا الان هحاول ارسم الخط هذا على اي مستوى على مستوى الخط هذا الاخضر اطلع اروح مسافة كم من هنا المفروض هذه كلها ثلاثين هذه كلها خمسين وهذه عشرين يعني باقي هذه ثلاثين اللي هي نفس المسافة دي ثلاثين يعني هروح كده هرتفع كده ثلاثين ومن هنا ثلاثين بعدها هرجع وراء كده مسافة كم هرجع وراء المسافة هذه زايد المسافة هذه هرجع وراء المسافتين دول اللي هما يساوي كم يساوي ايه يساوي عشرين بعدها ارتفع من هنا الى ان اصل ايه للخط ده رسمت ايه هنا رسمت بكل بساطة هذا الخط ورسمت الخط اللي هنا كويس بعدها اروح مسافة كم هنا هذه مسافة عشرة يعني هنزل مسافة عشرة هنا هذه مسافة عشرة وارسم الخط من النقطة هذه للنقطة هذه واكمل ارسم ايه اكمل ارسم الخط هذا الصغير والخط هذا الصغير هنا وهنا كده خلصنا ايه البلان باقي ايه باقي right side view هاقي انظر من فين هاقي انظر في الاتجاه هذا واول خط ممكن ارسمه هو الخط ده اللي هو ارتفاعه كم ارتفاعه 30 هذا الخط بتاعنا على مستوى النقطة هذه كده اجيبها للزاوية 45 واطلع كده عمودي اجد مكان الخط بتاعي قلنا طوله كم طوله 30 بعدها ارسم الخط الثاني من هنا المفروض هذا الخط زايد ايه زايد الخط ده لو نظرت في الاتجاه ده يعني طوله كم طوله 20 زايد 30 بتعطينا كم بتعطينا 50 هذا طوله كم طوله 50 على اي مستوى على مستوى النقطة هذه اجيبها كده للزاوية 45 واطلع عمودي كده اجد مكان الخط بتاعي بعدها اقفل الخطين تحت هذا الخط بتاعي هو ده ما ننسى الان نحن بنرسم ايه بنرسم الرايد سايد فيو يعني بننظر في الاتجاه هذا بعدها ارسم الخط بتاعي ده على ارتفاع 30 بعدها اطلع من هنا مسافة كم اطلع مسافة 20 اطلع من هنا مسافة 20 كيف اعرفت المكان ده جبت النقطة هذه من هنا يبتاع الزاوية 45 وارتفعت كده بعدها اقفل الخط بتاعي كده هذا الخط هو هذا الخط بتاعي فيه خط مخفي لازم نرسمه ليه هو الداش لاين فين هو الداش لاين لو نظرت من هنا الخط هذا والخط هذا هي خطوط مخفية نعيدها ثاني الخط هذا والخط هذا هم خطوط مخفية لهذا السبب رسمتهم ايه السمتهم داش داش لاين بعدها فيه خط كمان مخفي اللي هو الخط ده لو نظرت من هنا الخط هذا هو خط ايه خط مخفي باقي عندي ايه فيه خط صغير مخفي اللي هو ده هذا الخط كمان خط مخفي ورسمتهم داش لاين وكده مخفية